نروح للخبر التاني الخبر التاني ويخص أكاديميات النادي الأهلي شيء جميل لما نشوف النادي الأهلي من بداية الموسم أو النهاردة بنشوف النادي الأهلي في الدوري الداخلي اللي بيعلن عنه الكابتن عبد المنع مشطة يكون في تكريم لمؤمن زكريا مؤمن زكريا يعني هو ابن مخلص للنادي الأهلي بيمر بظروف صعبة فالنهاردة بنشوف تكاتف الجميع مؤمن زكريا واحد من اللاعبين اللي خرجوا اللي خرجوا من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وايضا لعب في النادي الاهلي في الفريق الاول وادى مباريات رائعة واسعد جمهور النادي الاهلي فالنهاردة في الدوري الداخلي الدوري الداخلي للأكاديمية النهاردة لما يكون فيه اليوم الختامي يحمل اسم مؤمن زكريا فده شيء جيد ان شاء الله هيكون النهائي ان شاء الله او تسليم الجواز يوم الخميس والجمعة المقبلين يوم تمانية وتسعة عبريل الجاري وايضا هيكون بحضور الكابتن عبد المنع عمشطة وكل المدربين الاكاديمية وايضا حضور الكطاع الكابتن خالد بيبو والمدير الفني بروكتش المدير الفني الاجنابي لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي فده شيء جيد وتكريم ايضا لمؤمن زكريا الابن البار بالنادي الاهلي وده يوصل لنا رسالة مهمة ان النادي الاهلي عمره ما بينسى ابنائه النهاردة ان شاء الله هيكون يوم جيد وهنكون ايضا يعني كاميرا الاشبال موجودة في اليوم الختامي وتسليم الدروع التي تحمل اسم مؤمن زكريا ايضا لسا مستمرين مع مؤمن زكريا اللي هيكون ايضا ضيف شرف في نهاية كأس الامارات اللي هتكون ما بين اهلي شباب اهل دبي ونادي النصر لا احنا لسا طيب هنروح دلوقتي نشوف نهاية دوري مؤمن زكريا 2007 و2006 و2005 المجموعة الاولى طبعا كل الفرق اللي احنا شايفينه ده من حضراتكم دي دي فروع النادي الاهلي في الاكاديميات مدية نصر واحد مجموعة الاولى هتقابل العبور حلوان هيقابل القطمية والفايز واحدة هيقابل الفايز اتنين والمجموعة التانية يعني برضو زي ما احنا شايفين مجموعة التانية ويكون قابل النهائي هيقابل الفايز من المجموعة التانية هيكون ختام جيد في استعداد كبير جدا الختام هيكون موجود في فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد وايضا في فرع النادي الاهلي في مدية نصر في استعدادات كبيرة استعدادات كبيرة من كل المسؤولين داخل اكاديمية النادي الاهلي وكافة انشاطه هم بيستعدوا اليوم ده استعداد جيد وهيكون في احتفالية كبيرة وان شاء الله يعني نتمنى ايضا فيها حضور مؤمن زكريا اللي هو موجود دلوقتي في الامارات في تكريم مهم ده المجموعة التانية اللي بتضم 2008 و2009 و2010 و2011 المجموعة الاولى بتضم 2008 الشيخ زايد والسويس ومدية نصر وبيونيرز والفايز من هنا هيقابل الفايز من هنا وايضا بتضم 2009 و2010 و2011 وايضا بمشاركة كمان يعني المحافظات في الفروح في المحافظات هتكون موجودة في التجمع الكبير الذي يحمل اسم مؤمن زكريا مؤمن زكريا ايضا هيكون موجود مؤمن زكريا ايضا هيكون موجود في نهائي كأس الامارات يعني لبة دعوة مؤمن زكريا يعني بيمر بحالة دلوقتي ايجابية كبيرة جدا النهاردة هيكون موجود في المباراة الختمية بين فريق شباب اهل دبي ونظيره النصر ومؤمن زكريا قال ايضا سعيد بتواجدي في بلدي الثانية الامارات احب الامارات كثيرا ومش عارف اقول ايه من كتر حب الناس لبلد التانية وان شاء الله اكون موجود معاكم كمان نادي النصر كان نشر فيديو لمؤمن بيرحب به وايضا نادي شباب اهل دبي برضو عبر صفحته الرسمية باث فيديو لمؤمن زكريا بيقول فيه شباب الاهلي يرحب بمؤمن زكريا في وطنه الثاني يشرفنا حضورك نهاية كأس الخمسين كأس الخليج العربي وايضا اضافت الصفحة عبر صفحته الرسمية اهلا بالنجم الكبير في ارض زايد الخير شعور طيب وشعور جيد جدا ان مؤمن زكريا يحس بحفاوة من الجميع حفاوة من بيته النادي الاهلي وايضا من بلده الساني الامارات اللي اعتدنا عليها دايما فعل الخير نروح برضو لنتائج المباريات نتائج مباريات الناشئين دوري الجمهورية هنشوف ما شاء الله عندنا 2003 و2006 اللي ماشيين بخطة جيدة جدا في دوري الجمهورية ونبتدي مع حضراتكو بنتائج بطولة الجمهورية موليد 2003 سيراميكا بيفوز على بيراميز 2-0 وإنبي يفوز على سموح 2-0 وطلع الجيش يفوز في مباراة كبيرة على ودي دجل 4-3 والزمالك على المقالون العرب 3-2 مصر المقصة يفوز على البنك الاهل 2-1 والمصر يفوز على اسماني 1-0 وفوز غزل المحلة على الجونة 2-0 والاتحاد السكنداري يفوز على الانتاج الحربي بنتيجة 4-0 لسه مستمرين أيضا مع 2003 الأهل يتعادل مع الزمالك في ملاعب النشئين في مدينة نصر في مباراة قوية أدى فيها لعب الأهل مباراة قوية وانتهت بالتعادل الإجابي 1-1 والتعادل الإجابي بين المقاولون العرب وسيراميكا 2-2 والتعادل الإجابي أيضا بين بيراميز وإنبي والتعادل السلبي بين سموحة وطلع الجيش 0-0 ده كان نتاج بطولة الجمهورية موليد 2003 أيضا نروح بقى لألفين وستة 2006 ما شاء الله عندنا المتصدرين جدول المسابقة الأهل يفوز على الزمالك بنتيجة 1-0 ويكون معنا بعد شوية ملخص المباراة وأهداف المباراة وهنتكلم فيها كتير الناد الأهل أدى مباراة رائعة في ملاعب النشئين في مدينة نصر التعادل الإجابي بين الانتاج الحربي والمقاولون العرب 2-2 وأيضا التعادل الإجابي بين المصري وإنبي 3-3 وفوز الإسماعيل على ودي دجلة 2-0 وفوز بيراميتس على سيراميكا 2-0 وفوز سموحة على البنك الأهلي 1-0 ده كانت نتاج المباراة في 2003 و2006 هنروح لفاصل وبعد الفاصل هنشوف مع حضراتكم ملخص مباراة 2006 ولكن بعد الفاصل